الدكتور أستاذ يوسف كلام من دار الحديث الحسنية الغباط التوراة من الترجمة التفسيرية إلى الترجمة النقدية المقارنة بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سعيد غاية السعادة بمشاركة في ندوة تكريمي أستاذ علم من أعلام هذه الجامعة المغربية وروادها جامعة محمد الخامس التي درست بها بكل يتياب الأداب والعلوم الإنسانية في جميع مراحل الدراسة الجامعية لسونس والديبلوم الدراسات العليا والدكتورة ومنها تخرجت قبل عشرين سنة تقريبا سعيد أيضا بحضور تكريم أستاذي وزميل فضيلة الأستاذ دكتور عبيزة أستاذ اللغة العبرية وآدابها وأستاذ الفكر اليهودي والأدب المقارن والذي قضى سنوات طوال بهذه الكلية في التدريس والبحث والتأطير في مختلف المجالات التي تدخل في اهتمامات الفكرية والأدبية والدينية الشكر موصول لكلية الأدب على مبادراتها المتكررة والتفاتاتها القيمة اتجاه كل من أسدى إلى هذه الكلية خدمات جليلة اخترت عنوانا لهذه المحاضرة التي أروم من خلالها إبراز مجال من مجالات اهتمام الأستاذ الدكتور المكرم التوراة من الترجمة التفسيرية إلى الترجمات النقدية المقارنة وأحسبه موضوعا يدخل في صميم اهتمامات الدكتور إدريس ومنسجما مع ما اشتغل ويشتغل عليه وهو موضوع يجمع بين علم الكتاب المقدس وما يندرج تحته من دراسة النص التوراة من حيث لغته وترجماته ونقده وعلم مقارنة الأديان الذي اهتم به من حيث كون هذا العلم من بين العلوم التي تهتم بالمقارنة بين الأديان من حيث عقائدها وشعائرها وكلها مجالات لأستاذنا الدكتور إدريس مشاركات علمية ومؤلفات أكاديمية مهمة أقول تعد التوراة من أكثر الكتب الدينية ومن أقدمها دراسة وتمحيصا ونقدا وترجمة فمنذ أن نزل هذا الكتاب المقدس على موسى عليه السلام وهو موضوع تلاوة وقراءة وتفسير ونقد وعرض سواء من قبل من نزل عليهم وآمنوا به وصدقوه وهم اليهود أو من قبل من جعلوه إلى جانب عهدهم الجديد عهدا مقدسا وهم المسيحيون أو حتى من قبل المسلمين الذين آمنوا بأصله الإله واعتقدوا تعرض نصه ومحتواه لزيادات البشر وتدخلاتهم والدارس للنص التوراة الواقف على تاريخه منذ نزوله إلى اليوم العارف بمحتواه المتشعب ومتعدد المواضيع يعلم أن الكتاب المقدس أو أن التوراة تطرقت لقضايا دينية عديدة عقدية وتشريعية وتاريخية وقصصية وقد ابتدأ عفوا الكتاب المقدس وأقصد به التوراة الأصفار الخمسة المنسوبة إلى موسى عليه السلام بالحديث عن قصة الخليقة ومرورا بتاريخ الآباء نوح وإبراهيم وإسحاق ويعقوب ويوسف وموسى وداود وسليمان وانقصام مملكة هذا الأخير إلى إسرائيل ويهودا وسقوط هاتين المملكتين معا على التوارع على يد الآشوريين والبابليين فيما عرف بالسبي الآشوري والسبي البابلي فيما بعد كما يعلم الناظر في كل هذا التاريخ أن شعب التوراة لم يكن دائما متشبتا بلغته الدينية والقومية وإنما جاءت أوقات كثيرة وطويلة فقد فيها المعرفة بلغته المقدس وعصر عليه قراءة نصه المقدس واحتاج إلى أن يفسر له هذا النص ويطرجم إلى اللغات التي بات الشعب يعرفها ويتداولها في حياته العامة لهذا عرف النص التوراة ترجمات متعددة كان القصد الأول منها إيصال معنى هذا الكتاب المقدس إلى عموم المؤمنين وبشكل مختصر جدا ووفق ما يسمح به الوقت في هذا العرض يمكن الحديث عن نوعين من الترجمات ترجمات أولى وهي التي استلحت عليها بالترجمات التفسيرية أي أن القصد منها كان هو إيصال معاني الكتاب المقدس للمؤمنين ونوع ثاني لم يكن الهدف منه إيصال المعنى بقدر ما كان الهدف منه تحقيق النص من خلال نقده وتمحيصه ومحاولة الصعود به والاقتراب به من النص الأصلي المنزل وهذا النوع الثاني متأخر من طبيعة الحال عن النص الأول نسبيا بحيث جاء بعد إدراك الدارسين للنص التوراة إدراكهم لعدم إصالة النص المنزل وإدراكهم أنه ليس النص المنزل بألفاظه وعباراته وإنما هو نص تداخل فيه الإلهي بالبشر وظهر فيه الفعل الإنساني ظهورا ساطعا فكان لابد من إعداد ترجمات نقدية تروم الاقتراب من النص الأول اعتمادا على ما تسمح به المناهج النقدية الحديثة والمعاصرة لزمن إعداد الترجمة فالترجمات التفسيرية الأولى كما قلت تروم تفسير النص واستخراج أحكامه وقيمه الأخلاقية صحيح قد تعتارض المترجمة المفسرة بعض الإشكالات المرتبطة بفهم النص أو بنقله إلى اللغة الهدف ولكن القصد الأول والأخير كان هو تقديم النص للمؤمنين به الذين لم تعود لهم القدرة على قراءته في أصوله ولغته الأصلية فكان دائما هاجس المترجم هو نقل المعنى وتفسيره أما الترجمات النقدية المقارنة فهدفها كما يفهم من تفسير مصطلحات المكون لهذه التسمية هو ليس ترجمة النص فحسب وإنما نقده من جهة ومقارنته من جهة أخرى مع ترجمات أخرى سابقة ومع النص ومع الأصل المترجم منه وقد اعتمد أصحاب هذه الترجمات مناهج حديثة هي مناهج البحث في العلوم الإنسانية وعلى رأسها المنهج التاريخي والمنهج الفيلولوجي واللساني والأركيولوجي فلم يعد يخضع النص إلى التفسير إلا بعد تقديم دراسة تاريخية عن النص تعطي فكرة عن تاريخ النص من حيث تدوينه وجمعه وصحة نسبته إلى من ينسب إليه ودراسة فيلولوجية تدرس لغته ومخطوطاته ونسخه ودراسة أركيولوجية تعتمد الآثار المكتشفة للنص ودراسة جغرافية تبحث في جغرافية المكان الذي نشأ فيه النص وعلاقة هذا النص بالجغرافية التي وردت داخله ودراسة مقارنة أيضا تقارن هذا النص بالنصوص الأخرى الواردة للكتاب أو مع الكتب السماوية السابقة أو اللاحقة من الترجمات التفسيرية التي عرفت عبر التاريخ والتي ذكرها الأستاذ دكتور عبيزة في مقدمة عمله من أهم هذه الترجمات ما عرف بالترقوم ولعله أقدم الترجمات التي عرفها النص التوراة وكان من اللغة العبرية إلى اللغة الآرامية وهي ترجمة كانت في الأصل ترجمة شفهية يقوم بها الكاهن ليقرب معاني الكتاب وأحكامه التشريعية والصلوات الواردة فيه من المؤمنين الذين باتوا يجهلون لغتهم وذلك بعدما يتلع عليهم النص بلغة المقدسة وقد كان أول ظهور لهذه الترجمة كما قلت أنها كانت ترجمة شفهية والأصل فيها أن اليهود لما تم سبيهم إلى بابل عاشوا حياة البابليين وبدأوا يفقدون لغتهم الأصلية أي العبرية وبدأوا يتحدثون أكثر اللغة العبرية ويشار إلى هذا الأمر في سفر إنحمية وفي سفر عزرة الذي يشار إلى أن عزرة لما عاد بعد السبي البابلي وبعد إذن الحكم الفارسي لبني إسرائيل بالعودة إلى الأرض المقدسة أن عزرة قام وقرأ النص العبري وشرحه إلى وفسره بالآرامية الكهنة خاصة النحمية وبعض الكهنة فسروه إلى الشعب بالآرامية صحيح النص الوارد في سفر نحمية في الإصحاح الثامن لا يشير إلى كلمة أو إلى جدر ترجمة في العبرية وإنما يشير إلى لفظ قريب منه وهو بيّن ولكن مع ذلك سنجد نصا آخر في سفر عزرة في الإصحاح الرابع يشير إلى أن الرسائل كانت تكتب بالعبرية وتترجم إلى الآرامية إذن من هذه التراجم أو من هذه الترجمات التي اعتمدها البنو الإسرائيل للنص التوراة ما جاء ذكره في سفر أو في المشنة خصوصا في سفر سيدر معيد في الجزء المسمى مجلة الذي يتحدث عن التوراة سنجد فيه الحديث ومناقشة بعض الترقوم خصوصا ترقوم يونتان والترقوم الذي ذكره قبل قليل أستاذ حيمد أنقلوس الذي جاء فيه أو جاء فيه الحديث عن من الذي ترجمه الترجمة التي جاءت بعد هذه الترجمة لن أتحدث عن الترجمة السوريانية لأنها ستأتي متأخرة ولكن سأحب أن أتحدث عن الترجمة السبعينية التي عرفت في السبعينة وبغض النظر عن القصة التي تروى والتي جاءت في إحدى الرسائل رسالة أريستيد التي جاء فيها الحديث إلى أن الحاكم بيتليموس في القرن الثالث قبل الميلاد طلب من كاهن اليهود في الإسكندارية أن يترجم له النص التوراة الأصفار الخمسة فأمر هذا الأخير سبعة من كل الصبط من أصباط بني إسرائيل في اجتمع على يديه 72 حبراً يهودياً قاموا بترجمة هذا النص بحيث ترجم كل مترجم النص بمفرده في غرفة منعزلة لمدة سبعين يوماً لتتطابق كل هذه الترجمات التي من طبيعة الحال رفضها اليهود كما ذكر قبل قليل الدكتور حمد وكانت بسبب هذه الترجمة الحل ظلام على العالم لأنهم أخرجوا هذا النص المقدس من لغته العبرية إلى اللغة اليونانية ما يهمني أيضاً في ما يمكن أن نذكره عن هذه الترجمة السبعينية بالنسبة إلي في اختصاص في الدراسات الإسلامية أن هذه الترجمة عرفها كثير من علماء الإسلام أذكر منهم المسعودي القرابع الهجري الذي ذكر أن ألكساندر بيتليموس الذي طلب أن تترجم إليه التوراة تعرفها أيضاً بن النديم أو بن النديم في فهريستهل لأنه ذكرها أيضاً ذكرها أيضاً بن تيمية وذكرها أيضاً بن حزم وذكرها غيرهم من العلماء الترجمة الأخرى التي تدخل دائماً في تقريب المعنى إلى أصحابه الترجمة اللاتينية التي عرفت بلا فيلغات لا فيلغات التي قام بها أحد المسيحيين وسان جيروم القديس جيروم في القرن الثالث الميلادي وهي من الترجمة المعتمدة لدى الكنيسة الكاتوليكية الرومانية التي في مجمع من المجامعة ومجمع ترونت نصت على قدسية هذه النسخة دون باقي الترجمات الأخرى إذن من الترجمات التي عرفت وهي تفسيرية أيضاً ترجمة التي تكفل أستاذنا بإخراجها وترجمة سعدياقون الفيومي والتي ذكرها أيضاً ابن النديم في قوله ومن أفاضل اليهود وعلمائهم المتمكنين من اللغة العبرانية ويزعم اليهود أنها لم ترمت الفيومي واسمه سعيد ويقال سعدياهو وله من الكتب كتاب تفسير إشعية كتاب تفسير التوراة نسخاً بلا شرح هذه مجموعة من الترجمات التفسيرية النوع الثاني من الترجمات النقدية المقارنة يمكن أن ندخلها ضمنها ما عرف في التاريخ المسيحي بشكل خاص في القرن التالي الميلادي ترجمات أوريجين سين أوريجين وهي ترجمات مجموعة من الترجمات الأخرى المقارنة أي نقدية ومقارنة تتكون من ستة أعمدة ضمنها النص العبري ضمنها النص العبري بالحرف العبري والنص العبري بالحرف اليوناني والنص السبعيني وترجمات أكيلا وترجمات تيدوسيا وهذه ترجمات أخرى يونانية إذن سأكتفي بهذا لأنها ستظهر فيما بعد ترجمات أخرى والتي عرفت بالبوليغلوت متعددة للغات والذي يهم فيها أنها لم تكن ترجمات تفسيرية بقدر ما كانت ترجمات مقارنة تورد النصوص أو الترجمات السابقة وتقارن فيما بنا لتخرج لنا نشرة نقدية التي تسبق قبل أن نترجم النص تسبق دراسة تاريخية تعرفنا بمن هو صاحب السفر ومتى كتب وبأي لغة كتب وما هي الإشكالات المحيطة بهذا الكتاب أو بهذا السفر قبل أن يترجم إلى اللغة المرادة ترجمتها إذن أكتفي بهذا الأمر وأرجو أن أكون قد أسهمت بقليل في تكريم أستاذنا الدكتور إدريس عبيزة الذي أكن له كل احترام وإن لم تتحلي فرصة الدراسة على يده اللغة العبرية لأنني كنت من الخوافين الذين يخافون من الأستاذ وكنت أنا ذاك دارسا بكلية العلوم في سنة الرابعة والثالثة من كلية العلوم فلم أكن أستطيع أن أوفق من الحضور وكان الأستاذ حريصا على أن يحضر الطالبات فأنا اعتذرت لذلك السبب ولكن الحمد لله تعرفت عليه فيما بعد وتعلمنا من الشيء الكثير ومما ألفه شكرا لكم على حسن الاستماع والسلام عليكم ورحمة الله شكرا لكم على وقت شكرا لكم على وقت